ان تشعل شمعة خيرا من ان تلعن الظلام مقولة تكررت على مسامعنا كثيرا بمفهومها المتعدد لكن ان تتحول تلك الشمعة الى كارثة فهذا ما يجب الحذر منه بعد ان تكررت هذه الحوادث في عدة محافظات كان اخرها ما حدث الاسبوع الماضي في مديرية التوبان في محافظة لحج حيث اندلعت النيران في منزل المواطن عادل احمد علي وتسببت باحتراقه بالكامل بعد ان استعانى بالشموع في وقت القطاع التيار الكهربائي لسبب شمعة راح بيتي وراح كل شي ساماني بيت كامل البيت بسبب شمعة وانا انسان اعلم بي الله فغير انما الحمد لله يعني كله بسبب انعدام الكهرباء وتحصل دائما مشاكل مثل هذه فيضطر المواطن ان يضيء البيت حقه بشمعة بأي حاجة وتحصل مشاكل كثيرة بدأت الكارثة باشعال احمد للشمعة في منزله قبل ان يخرج لجلب بعض احتياجاته من السوق ليتفاجأ حال عودته بالسنة النيران وسحائب الدخان تغطي منزله ليسارع مع عدد من المواطنين في اخماد الحريق الذي كاد ان يتطور ويصل الى منازل اخرى فنجحوا في ذلك ولكن بعد فوات الاوان وبعد ان احترق المنزل بكل محتوياته وبلطف الله لم تسجل الكارثة خسارة في الارواح اللي حصل يا اخي اني لصيت شمع بسبب اللي انطاعات الكارباهية منتواصل من اسبوعين من كم قبيت قيبت سمعة لصيت شمعه ولمس مشان البيت على الغل عليه تشوف اللي بتصير المكان فيه ولصيت شمعه وخرجت باقي بحاجة يعني للبيت ما رقعت اللوغد البيت نسواني الصائحة والبيت يشتعل كامل خير رقعت للبيت اللوغد الدنيا كلها تلهب تفرق على البيت دنيا كلها لعدوائر يلصى والعد دنيا كلها لعدوائر بسبب الشمع الساعة واحدة بعد النصف كاننا راقدين وشمعنا العر في الحريق وخرجنا نشوف وقينا والبيت مشتعلة كامل راحت المكييف راحت التلفزيون راحت الآثار المخد الفراشات كل احترقت البيت مع السقف وتخرق النار لبرع وانقضونا قليل قينا والقيران واللي تعاون معنا وسبب اقتطاع الطيار الكهربائي وحاولنا نستعمل لحب الشمع والحب الشمع تضررت وكلفت لحريق عن جلع لو استمر الحريق كان بانفرض محتمل يروح بيتي أنا وبيت القيران اللي قنبين النار كانت قوية زايد على لزن انقوا القيران وقسروا الطاقة وطرشوا الماء لداخل البيت الماء هذا قليل ودخلوا العويل الشباب اللي دخلوا طفول الحريق كان بس الحمد لله انما احد من الاسر كان داخل البيت ولا انا كنت داخل البيت كان يعني بيحرقيا اما لا انا ولا واحد من الاسر دي احمد من دوي الدخل المحدود والذي بالكاد يغطي نفقات توفير لقمة عيشه لهو لأسرته والحريق التهم منزله بكل محتوياته وهو يناسد الجهات المعنية والمنظمات الدولية وفاعلية الخير مد يد العون والمساعدة لعادة تأهيل منزله وتوفير الاثاث الضروري الذي يمكنه واطفاله من العيش في المنزل بعد ان قدر الله عليهم خسارة كل ممتلكاتهم